أولا أحبائي السلطان الذاتي وخليني أوضح بعض الأمور هذا السلطان هو كان جزء من طبيعة المسيح جزء من حقوقه حقوقه الشرعية كابن الله الأزلي كابن الله الأزلي فإذن من حقه من طبيعته له سلطان ذاتي وهذه شرعية له يعني زي ما أنت تسأل مين أعطى الله شرعية فالمسيح هو الله الظاهر في الجسد فهذه شرعية تختص بيسوع المسيح مش بس هيك أحبائي كان يسوع يدرك هذا كل الإدراب حتى نشوف هذا الشيء من جوابه لأمه وليوسف النجار في أرشاليم لما كان عمره 12 سنة في لوقة إصحاح 2 قال ألم تعلم أنه ينبغي أن أكون فيما لأبي؟ يعني طبعاً الله استخدم المطوبة مريم التي حملت بيسوع المسيح والله استخدم يوسف اللي هو كان بمثابة أب وراعي وحامي ومدبر ويسدد احتياجات الأسرة ولكن حط نقطة مهمة جداً حتى وكان عمره 12 سنة أنا طبعاً يعني أنتوا عم بتتمموا المشيئة الإلهية بس انتبهوا لازم تعرفوا لازم تعرفوا أما ينبغي أن تعلماه أنه ينبغي أن أكون فيما لأبي أنا جاي أو كما قال في يحن 4 آية 34 طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله فحط النقط على الحروف حتى هو عمره 12 سنة ثم أحبائي يعني واضح من كلام يسوع من تصريحات يسوع المسيح عندما قال أنا هو طبعاً كل أحبائنا اللي بيسمعونا مرات بيأخذ آية بيطلعها عن النص أو سياق الحديث وإحنا تحدثنا بعدة حلقات واضح أنه اللي بيعمل هذا الشيء فهو منافق ومرائي وجباننا أيضاً لأنه مش عاوز يقرأ الآيات مثل ما هي لكل شعوبنا العربية لأنه خايف أنه يصطدموا بحقيقة يسوع المتفوق الذي لا مثيل له هل سمعت أي إنسان قال أنا هو نفس التعبير في خروج 3-14 أهي الذي أهي أو الكائن بغض النظر ماضي حاضر مستقبل قال يسوع أنا هو أنا هو خبز الحياة من يقبل إلي فلا يجوع ومن يؤمن بي فلا يعتش أبداً قال يسوع أنا هو نور العالم من يتبعني لا يمشي في الظلام ثم قال يسوع المسيح أنا هو الباب اندخل بأحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعة ثم قال يسوع أنا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف ثم قال يسوع المسيح أيضاً أنا هو القيامة والحياة من آمن بي ولو مات فسيحيا وكل من كان حياً وآمن بي فلن يموت إلى الأبد ثم قال يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي ثم قال يسوع المسيح أنا هو الكرمة الحقيقية وأب الكرام سؤال هل سمعت أي نبي تحت الشمس أن يقول هذه الأقوال أنا هو ألم يقل لليهود يعني حينما ترفعون ابن الإنسان حينئذ تفهمون إني أنا هو أنا الذي أكلمكم من البدء أي بدء بيتكلم عنه انتبهوا يا جماعة هون كلام لا يستطيع أن يقول هذا الكلام إلا الإله الإله القدير فأنت يعني أمام تصريحات مهمة جداً ليسوع المسيح إما أن تصدق وتقبل أو أن ترفض ولكن في مصيرين إن قبلت لك حياة أبدية وإن رفضت هذه الأقوال ترفضت يسوع المسيح عندها ستكون في الجحيم في جهنم النار في الهلاك الأبدي إلى أبد الآبدين فإذن أحبائي تصريحات يسوع أنا هو تعبير عن جلال عن سلطان يسوع